ما توجيهكم للمبتلى بالوسواس في الوضوء والصلاة الوساوس إنما تأتي للعبد من عدوه الشيطان الرجيم ولا يحسن بالإنسان أن يكون متبعا للشيطان مستجيبا لوساوسه قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن هنا فعل الإنسان أن يوطد نفسه على عدم الاستجابة لهذه الوساوس وليعلم الإنسان أن الاستجابة للوسواس بإعادة الوضوء أو بالزيادة في الغسلات على ثلاث من الأمور المحرمة التي تغضب الله جل وعلا على العبد لذلك لا يجوز للإنسان أن يستجيب لهذه الوساوس وليكن من شأنه أن يصنع مثل ذلك الذي لديه هاتف يتمكن من معرفة المتصل به فإذا وجد اتصالا من شخص يعلم أنه لا يأتي منه إلا السوء والشر لم يلتفت إليه ولم يجب على اتصاله فهكذا في هذه الوساوس الشيطانية وعلى الإنسان أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له الزيادة فيه وليكن العبد مطمئنا بأن ما أداه على الوجه المشروع فإنه يجزئه عند الله جل وعلا ويبرئ ذمته ترجمة نانسي قنقر